المؤسسة الوطنية تبادل المعلومات والتعاون التقني بين الجانبين وبهذه المناسبة أكد المهندس علي أحمد لدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن توقيع هذه المذكرة سيمكن الطرفين من العمل وفق ألية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كل البلدين الشقيقين عبر تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وأضف أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الشقيقة يسهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجال الحقوقي والقانوني لسيما فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات وتجارب ناجحة وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان